مارسين بتركيا اليوتيوبر السورية الشهيرة جدا هديل العلي امسيف مرحبا بك يا هديل السلام عليكم حبايبي كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير رجعت لكم بالفيديو جديد اليوم الفيديو راح تشوفوا مثل ما شفتوا بالعنوان اول ظهور لامسيف على قناة البي بي سي امسيف الحمد لله طمنتنا عن حالة اللي ما شاف الفيديو على البي بي سي انا راح افرجيكم هلأ نستعرضوا مع بعض ونعلق على بعض الامور وفهبكم شوية امور طبعا للعلم انا تواصلت مع امسيف وحكيت معها بعد الفيديو هذا بعد ما خلصت المقابلة بقناة البي بي سي وهلأ راح نشوف شباب الفيديو مع بعض ونتطمن على صحة امسيف ونشوف شو اللي حكيته بالبي بي سي خليكم مع الفيديو خمسمائة ساعة من المحتوى على يوتيوب من اكثر المواضيع تفضيلا لمستخدمي المنصة هذه هي الجايمينج العاب الفيديو امسيف من اشهر اليوتيوبرز في هذا المجال فتاة سورية يتابع قناتها على يوتيوب اكثر من خمسة ملايين متابع تقوم بتصوير فيديوهات بسيطة عن حياتها اليومية وتلعب الباب جي موبايل تلعب والناس تحب لعبها خاصة عندما تقيم التحديات مع اختها في هذا المجال بلغ عدد مشاهدات قناتها على يوتيوب حوالي مليار مشاهدة لكن قبل يومين فاجأت امسيف متابعيها بفيديو قصير على غير عادتها اعلنت فيه ترك اليوتيوب طبعا هذا الفيديو اللي انا عرضت لكم يا اول ما شفته اول ما نزل بعد بساعتين تقريبا قطينا ايام كتير حلوة على اليوتيوب مع بعض احلى سنتين مرأوا بحياتي السنتين اللي عشتا معكم خلينا نقطع للامانة انا احس انها بتوسط الرسالة لانها قالت بقلكم شغلة وبعدها وجهت عينها لنظرها وقالت باي هذا يدول على انها وصلت الشغلة اللي بتقولها ممكن تكون مسرحية المشاهير ما لهم امان تقول جوري تقول لك ملامحها تبين انها تحت الضغط والتهدي فعلا علامة ايدها تعني طلب الاستغاثة ما نعرف بس من كل قلبي بتمنى انها تكون بخير يرى سكود سكود يقول ام سيف كانت تقول كلام مكتوب او امليا عليها يوجد احتباس لدموع في عينيها وكأنه يوجد شخص امامها تنظر له باستمرار وعندما ارسلت اشارة طلب النجدة المستحدثة قريبا نظرت اليه خائفة انه يعرفها ساوسا ساوسا تقول لنفرض انها فعلا معنفة هو معذبة هو هيمسح لها يسمح لها تصور وتلمح كده فقدت ثقة بالمشاهير اتوقع بعد كم يوم تطلع وتبرر حركتها كله فيك بالنسبة لسارة زريق تقول وهي اخر تغريدة توقف عندها سارة زريق تقول كل مرة تخرج بنت معنفة تطلب المساعدة نسمع نفس السؤالين كنكذابة العنف موجود مش شيء نادر فلما تشتكي بنت من تعرضه على العنف احتمال جدا كبير تكون صادقة البوح بالتعرض للاعتداء غالبا ما يشكل تهديدا حقيقيا للمعنفة ولهذا نصدق شهادات من تعرضت للعنف العنف ينضم الي عبر خدمة سكايب من مرسين بتركيا اليوتيوبر السورية الشهيرة جدا هديل العالي ام سيف مرحبا بك يا هديل اريد ان اسألك يا هديل لماذا ما هو السبب الذي دفعك لترك اليوتيوب وعدم الظهور اهلا استاذ عبدالله يسعد مساءك شكرا كثير على الاستضافة اسمي احمد اهلا استاذ احمد اول شيء انا كنت رح ترى قناتي على اليوتيوب بسبب ضغط نفسي ومسائل جدا شخصية صراحة ما نحب أحكي عنا حاليا بالوقت الحالي طبعا لك هذا الخيار خيارك طبعا لكن قد يقول لك البعض ان اليوتيوب مشروع مهم جدا ولديك نجاحات كبيرة فيه انت لديك خمس ملايين متابع الكل يحلم بربع هذا العدد هل من السهل ان تخلي عن عادة يومية في هذا العمل بإمكانك يعني ان تحققي دخلا منها بسراحة ما اني حابة جاوب لك الحرية ايضا ذلك طيب اذا ارأتي ان توجه بس لاحظة اسئلته عن جد يعني اسئلة صحيحة يعني وبما كان بس ما بعرف ليش ما حابة تجاوب هل يعني هل سيكون الترك لفترة محددة ام يمكن ان تعودي الى تفعيل قناتك هل هناك من سيحل محلك في هذه القناة حاليا انا تعبانة لاحظوا شباب مبين انه مسيف ما هيك بتطلع على اليوتيوب ولا هيك بتطلع على المقابلات مبين من وجهة اصفر انه فيه شيء تعب نفسي عن جد يعني تعب ما بنعرف هو مريضة هو شيء خلينا نتابع الفيديو مع بعض زرح ارجع اولا عم تقول هون ممكن ترجع تكمل باليوتيوب وان شاء الله يكون رجوعه قريب بإذن الله كيف كانت التجربة خلال السنتين الماضيتين كيف وجدت مهنة اليوتيوبرز هل هي مهنة تنصحين بها من يتابعك الآن اللعب بالبوب جي مثلا هلا الشهرة مش سهلة ومجال اليوتيوب مش سهل انا عاشت سنتين كتير حلوة من حياتي باليوتيوب الحمد لله قدرت اكسب قلوب كتير ناس قدرت اكسب محبتهم ثقتهم وهذا الشيء ظاهر المزبوط طيب اذا كانت ليست سهلة اذا اردت ان تنصحي ناس يحبون ان يكونوا يوتيوبرز في المستقبل ماذا تقولين لهن هلا في الى مساوئ وفي الى محاسن فا ما ما بقدر انصح حدا او اقول له دخول مجال اليوتيوب او لا هل يمكن لي ان تسمي لي واحدة من المساوئ باي مكان مسلا وين ما بروح تعال اسألني ايلي انا بقولك شو هي المساوئ وشو هي المحاسن خلينا نكمل الفيديو ما بجي ما عندي خصوصية بس الثلاث مع صديقاتي ما عندي خصوصية ابدا تصوير وين ما رحت كل شكر لك كل شكر لك يا هدي العلي كنت معي عبر خدمة سكايب من مرسيم بتركيا اليوتيوبر سوريا امسيف اوكي شباب متل ما شفتو وشفنا مع بعضنا اه على فكرة انا بعد ما خلصت المقابلة فورا شلت واتصلت فيها وحاولت اني صور لكم الكلام اللي بيني وبينها وللأسف الشديد تم رفض امسيف لهذا الموضوع لانه كانت تعباني نفسيا اه ضغط وللأسف كمان اخذوه على المستشفى اه تحت اه التعب هذا اللي هي فيه وما قدرت تكمل المحادثة معي والكلام اللي حكيتوا معاها ما قدرت اني اه عدم مواخزة ما ما رضيت اني يعني اني كمل تصوير وقالت لي لا تصور شيء ان شاء الله رح بس تخفي شوي رح تتصل فيني وتخبرني بالتفصيل الممل باذن الله تعالى شو هي حالة الصحية ومنتمنى للتوفيق والشفاء العاجل هي بس عبارة عن تعب نفسي لا اكتر ولا اقل وهي بخير الاشاعات اللي طلعت عليا كتير كبيرة امسيف جسة امسيف اه وجود جسة متروين جسة ابنت اه هذا كله عاري عن الصحة كذب متل ما شفتوا قدامكم ازاعة البي بي سي تواصلوا معا ليتضمنوا على صحة ويعرفوا منه اكتر من اي انسان تاني شو هي وضعها الراهن وللحمد الله انه طلعت امسيف وما في اشي ورجعت بخير وسلامة فهلأ ما باي غير انه نستنى صحتها لتستقر وتطلع من المستشفى هي هلأ قبل شوي حكيت معها تلفون وطروا انه ياخدوه على المستشفى مشان الضغط عندها اه توترت كتير والحمد لله امورها يعني مستقرة فمنتمنى لها كل التوفيق وبتمنى لكم كل التوفيق ومرد برشعب الشكر كل انسان وقف معاها ولا تردوا على المضغوطين هدولي اللي عم يطالعوا اشاعات امسيف ماتت امسيف انخطفت امسيف هذا كله عاري عن الصحة وكذب ما في اي شيء من هذا الشيء وما صرحت هي ولا حدا اي تاني من طرفهم انه هذا الشيء مزبوط فخلينا نشوف ننتظر خروج امسيف من المستشفى وننتظر امسيف ترجع لنا وتحكي لنا اكتر عن اللي هي في حكت انه تعب نفسي حكت انه في عندها مشاكل عائلية وهذا الشيء حرة هي انه تحكيه او لا ما في عدد يعني حتى قناة البي بي سي ما جبروا انه تجاوب على اي سؤال هي حرة التصرف قناتها هي حرة فيها تبطل تصور ترجع بتصور ما حدا له عنده شيء المضغوط لا يطلع ويحكي شغلات ما نصيرها فبحب لكم لهون خلص الفيديو وان شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة ونتقابل على مواضيع احلى من هاي المواضيع واحسن من هيك مواضيع ما يكون فيها مشاكل وتحياتنا للجميع والسلام عليكم اشتركوا في القناة